بعد محاولات بذلتها الأطراف المشاركة بالاجتماع الوزاري الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل لجمع أكبر رقم ممكن من المساعدات للسوريين بالداخل والخارج تعهد المانحون بتقديم نحو ثمانية مليارات يورو على شكل منح وقروض مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينار تشيتش قال في تصريحات صحفية بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية ومبعثين عرب ومن دول أعضاء في التكتل والأمم المتحدة ومؤسسات دولية إنهم تمكنوا من جمع 5.4 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 مليار على شكل قروض لمساعدة السوريين في الداخل ودول جوار السوري المسؤول الأوروبي أشار إلى وجود التزام بتقديم نحو 4 مليارات يورو من المبلغ لعام 2024 والباقي لعام 2025 وما بعده لافتا إلى أن المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة قدمت القروض بشروط ميسرة على حد تعبيره وفي السياق أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور خلال مؤتمر بروكسيل بشأن دعم مستقبل السوريا والمنطقة تقديم 593 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لسوريا معربة عن قلقها إزاء تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في دول جوار والعنف وخطاب الكراهية الممارس ضدهم مشددة على أن الحل السياسي في سوريا سيظل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمساعدة السوريين وتشجيع الجهات المانحة الأخرى على مواصلة دعمها مضيفة أن المساعدات الجديدة ستلبي الإحتياجات الإنسانية الناشئة عن مستويات النزوح حيث يوجد نحو 17 مليون سوري داخل البلاد وما يقرب من 6 ملايين لاجئ في دول جوار بحاجة للمساعدات ترجمة نانسي قنقر